موسيقى رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبيان الصادرة عن المجموعة الوزارية التي ضمت الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا والكويت والسويد والاتحاد الأوروبي والتي أعربت فيه عن قالقها إزاء هجوم الحوثيين نحو مأرب مما يقود الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن أنشأت جمعية الهلال الأحمر الكويتي مخيما ثالثا لإيواء المتضررين من السيول والفيضانات التي اشتاحت أجزاء من السودان وذلك في ولاية نهر النيل شمال العاصمة الخرطوم وقال رئيس بعثة الهلال الأحمر الكويتي عبد الرحمن العون إن الجمعية بدأت توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية نحو مئة أسرة بولاية نهر النيل بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني مشيرا إلى أن المنطقة تعرضت لخسائر كبيرة بعد أن غمر النيل أراضي زراعية واسعة مما أفقد الأهالي زرعهم وحيواناتهم